السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة نسي سار شانيل كانت منا لفيديو ديالي يلقاكم وانتم في احسن احوال وبصحة جيدة وجيتكم بفيديو جديد وفي هذا الفيديو هذا غادي نشارك معاكم مجموعة ديال الافكار والحيال المطبخية اللي اكيد غادي تنال احجاب ديالكم وتنفعكم في حياتكم اليومية هنا غادي نشارك معاكم فكرة كيفاش تجهزوا البوب كيكس او الكيكس بوب كتكون عندناها كمونة سباس وديال زيادة او ديال عيد ميلاد وكنبغيو نجهزوا واحد ليل بفي او واحد طويلة اللي كتكون راقية باشياء اللي دارجع الموضة واشياء اللي زوينة والثامن اللي كيكون ارخيص يعني ما كتلعش عليناها هكا غالية وكتكون قصيصة ديال هنا غادي نشارك معاكم كيفتليكم اول فكرة ديال هالبوب كيكس كيفاش نوجدوهم كنا ناخدو هنا كيمية ديال الكيك سوى كيك يكون شي طلينا او مخبعينو او كيك نجهزوها كنوجدوها ومن بعد كنناخدوها كنفرتوها ولكنطحنوها في الالة المهم خسط حل مزيان وهنا كنوجدو لها واحد الكريمة باش كنعجنو هاد الكيك هذا هنا وجدنا كيميات على الكريمة اللي خليناها وضيفنا لها كيمية على الشوكولات اللي كيكون فيها بعض المكسرات وعجلنا الكيك هذا مزيان كيف كتشوفه تحصلنا على واحد العجين اللي نقدروا نشكلوه باليد ديالنا هاد الكيك هذا ممكن توجدو له هاد الكريمة هاد كيف ممكن تعجنوه بالحليب المركز المحلة او الحليب مركز كراميليزي اللي كيكون على شكل كراميل حتى هو كيجزوين كيف ممكن تديروها للكنفتير ديرو الشوكولات يعني حسب اللي بغيثو المهم هو تجنو الكيك ديركم وتحصلوا عليها بواحد الكيك اللي كتقدروا تشكلو بهذا الشكل هادا هنا بعد ما شكلوه داروا على شكل كويرات كان ناخدو هنا هاد العويدات هادو رام توفرين هاد الناس اللي كيبيعو المواد الحلويات كيني بأشكال مختلفة وكيني بأحجام مختلفة كين الكبير كين صغير انتوا ما كتختاروا على حساب الديزاين اللي غادي يتخدمو به هنا كان ناخدو العويدات هادو اول مرحلة كنديروها كنغطسوهم في الشوكولات وهكا كننخشوهم في هاد الكويرات كنخليهم حتى كنشفو باش كيتبتو لنا وما كيبقوش يطايحو وهنا عدي ندوزو لطريقة تزيين ديال البوكيكس ديالنا طريقة تزيين كتبقى اختياريا كينها هاد طريقة اللولة كننخدوهم كنغطسوهم في الشوكولة نواغ وكنزينوهم بالحبيبات ديال هاد الفانيد هذا اللي على شكل قلوبة حتى هو رام توفر وثامن ديالو كيدير غير خمسة دراهم كيف كتشوفو كيجي شكل ديالهم زوين وراقين في نفس الوقت وهكا كتزينو بهم طاويلة ديال وغادي نشارك معاكم عدة اشكال كيف اجزينوهم ودلو لهم فينسيو ديالهم باشكال اللي هي مختلفة وشي حاجة اللي هي دارجع الموضة هنا غادي نخليكم مع الفيديو تشوفو هالطرق هادي هنا اخدو كمية على الشوكولة البيضة من بعد مدوبوها اخدو واحد كمية قليلة على الشوكولات اللي اضافوا فيها الملون اللي كيكون خاص بالشوكولات حتى هو راكي تباكي يكون على شكل بودرة كتاخدو منه غير كمية قليلة وكعتكم اللون في الشوكولات وكيف كتشوفو فخشو البوب كيكس بهالشكل هذا وكيعطينا الوان اللي هي زوينة حاجة اللي كتعجب لوليدات هكا الصغار مهم البنات غادي نخليكم توم ما تكتشفو هاد الطرق تعتزين ديال بوب كيكس ديالنا بالنسبة لهاد الملون الغدائي البنات ديال ديالشوكولات هو كيكون خاص غير بالشوكولات راكي كل حك ديالو كيدير خمسة درام را فيه عدة الوان يعني انتو ما كتخسارو الالوان اللي بغيتو وهنا غادي ندوز باش غادي نشارك معاكم هالطريقة ديال دنجال طريقة اللي هي زوينة ومغايرة وكتجي ووعرة في المضاق كنا اخدو هنا حباس ديال دنجال اللي كيكون الحجم ديالهم كبير كنا اخدو واحد دلك وكنبركو عليهم وكنبقاو غادي نجايين حتى كنحسو بهذاك دنجال ولا رطب يعني ما بقاش قاسح كنا اخدو هنا جوش حباس ديال الفلفو الالوان اللي كنقطعوهم مكعبة صغيرة كنا اخدو حبة ديال المطيشة حتى هي كنقطعوها مكعبة صغيرة من بعد ما كنزولو لها القشرة والزريعة وكننا اخدو هنا كمية على الكفتاء كنضيف لها الفلفو الالوان وحبة ديال مطيشة حبة ديال بصلا مكعبة صغيرة كمية على القزبر والمعدنوس ووجوجة في صوص ديالتو ما من بعد ما كنقطقوهم هالكاركاق كنضيفوا التوابيل الملحة البزار خرقوم سكينجبير شوية ديال كامون وشوية ديال زيت كنخلطو جميع المكونات وكننا اخدو هنا واحد صح اللي كدخل فران كنستفو في الح كنعمروا بالحشوة ديال كفتاء وكنزينوهم الفق بفلافي الالوان وكننخلو عليهم السلسة ديال تماطم كندخلوهم الفراني طيبو بعد ما كنطيبوك يكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم كي يجيوا الداد انا دائما كنديرهم الصراحة كي يجيوا زوينين وبنان وشكل شي حاجة اللي مغايرة على الدنجل اللي كنقدموه دائما وهنا غادي نشارك معاكم الخبيزات بالخضر اللي كي يجيوا صحيين والداد وغادي اكيد غادي نعجبوا الوليداتكم هنا كنناخدو كمية على الكاش من الاحسن يكون كاشير منزلي باش هاد الترتيات هادو او الخبيزات يكونوا صحيين لمية في المية ممكن تعودوهم حتى باللحم مدخن حتى هو كي يجيزوين كنناخدو حبة ديال كورجيت اللي كنقطوها مكعبات رقيقة بزاف وحبة ديال الجزر كذلك نقطوها مكعبات صغيرة بالنسبة للخضر ضروري من قطعوه ما كرقاق باش من يكونوا يطيبو ما ياخدوشين الوقس بزاف غادي ناخدو واحد الحبة ديال بورو واحد الحبة ديال باصن حتى هما كان قطعوه مكعبات رقيقة كان خل نضيفو عليهم واحد ثلاثة الحبات او اربعة ديال البيض كنتبلوهم بالبزار وشوية الملحة وشوية الكامون وهنا كنناخدو المقلة ديالنا وكمدو نحطوه بمعيلقات هاد من هاد الحشوة يعني كل معيلقات نحطوه بوحدها حتى كنحصلوا له خبيزات كي يكونوا بهات الشكل هذا كي يجيو بنان والداد وصحيين كيف ممكن تعمرو بيهم حتى ليصند بيش للوليدات كي يجيو رائعين في الماضاق وأكيد غادي ننالوا اعجابكم واعجاب ووليداتكم الى جربتوهم الصراحة بحل هذه الوصفات هادو كي يكونوا يعني زوينين والداد او كي يشبعوا في نفس الوقس هنا غادي ندوز نشارك معاكم هاد الخبيزة هادي تهيال اللي كنتجيز بينا كنناخدو ثلاثة الحبات ديال البيض كنضيفو عليهم واحد البصلة صغيرة اللي كنقطعوها شرائح حبة ديال مطاشا كنقطعوها مكعبات صغيرة وحبة ديال البصلة خدرية او البورو كنقطعوها كدوائر صغيرة كنضيفو عليهم شوية الزيت البلدية شوية البزار شوية الملحة وشوية الكامون وكننسموهم بواحد الفصل وواحد تعتوما محكوك كنخلطو جميع المكونات وكنكونوا مسخلين مقيلة فيها واحد المعرقة الزيت وكنخبيو هاد الخليط مباشرة وكنخليوها يطيب من التحت لعافية تكون مهيلة باش هكا كل شيء يطيب لنا في وقت واحد من بعد ما كيطيب من التحت مباشرة كندوز نقلبوها وكنخليوها تكمل طياب حتى نحصل لها واحد الخبيزة اللي كتكون هكا ممتقدة او مقادة او ترطية بالخضر اللي كتجي لديدة كيف بكتلكم البنات كنبغي نشارك معاكم الاقتراحات دي الواجبات السريعة لان بزفت على البنات كيحيروا عشنوا يوجدوا اللعشة فبحل هاد الوصفات هادو كتوجدهم اللعشة ما كي يخفضوش منكم لان الوقت وان المجهود وكيكونوا يعني كيشبعوا وكيكونوا صحيين وولدات وبنان واكيد غادي نعجبوه ليداتكم ويعجبوكم حسنت ومايا كيف كتشوفهم بعد ما طابت على الجهة الجيوج فكيكون هذا هو الشكل ديالا النهائي وهنا غادي ندوز نشارك معاكم هاد الوكلي اللي كنتجي صراحة زوين 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 بزف وانا مو اعتمدة عندي دائما كنديرها كناخذ هنا المقلة تعتي كندير فيها معلقة على الزيت البلدية ومعلقة على الزبدة ومن بعد ما كيدوبو كندفع عليهم جوش حبة دي المطيشة اللي كنقطعهم شرائح بالقشرة تعم كنزول لغر الزريعة وهنا كنتجبوهم شوية على البزار وشوية على الملحة وكنخليهم اي طيبور ما كي ياخدوش معانا بزفت على الوقت المطيشة دغية كتن هنا كنقلبهم حتى يكملوا الطياب ديالهم من الجهات بجوج وكننسمهم شوية على الزعتر او شوية على اليازير شوية على القزبر يابس مطحون وكنخوي فق منهم كمية ديال البيت وثلاثة البيتات او اربعة البيتات ومن فاق الرشع عليهم فرماج مزاريلا او فرماج حمر لحسب اللي متوفر عندكم وكننخليهم غير معلما يدوب هذا الفرماج ومن بعد كندوز نقدمهم صراحة الجيل ديدة هنا غادي نزينها بشوية ديال القزبر والمعدنوس وكننقدمها بصر نزينها بصرحة البيتات ايه حتى هل كانت اردني لحوم المضعية اتباها كانت اخذ هنا كمية على الحم قطع او ممكن تعودوه بالكفتى كاننشحرو ترى الحم بعضهم مع شوية الزيت شوية الملحة شوية على البزار يعني كانحاولوا انتبلوه ونخلي حتى تصل على خاطره في مقيل اخرى كاننشحروه متطيشا بصلاه زيان هنا كانننشحرو البيتات ندره الزيت لكيه كنقشره كيه في هذه النكهة عند في نكهة الشوة كنت كبير وكانحاول أن يتقيقه مزيلا سلسة بيشاميل نضيف دنجل نضيف دنجل نضيف ساشية الخميرة الحلويات نضيف قليل الجبن نضيف قياس الحليب نضيف جميع المكونات المكونات سوف نضيف ونضيف طبق التقديم لنضيف خميرة الحلويات نضيف طبق الحليب بحضور بجميع جميع كشور الليمون كما تناولون الليمون كما تناولون هذا القشور كما نستغلهم و لا نضيعهم و نخبعهم في القريعة و كما نزينو بهم الحلوية سواء اللي سابلي سواء الكيك أو غريبة البلديين فكيجي فيهم قشورة الليمون معصلين كيجي و رائعين كنناخدوا قشورة الليمون كننقطعهم شرائح اللي هي رقيقة و كنلفوهم بهذا الشكل هذا و كنديروهم في ذلك العويدات و مباشرة كندوزو و كنغليوهم المرة الأولى و المرة الثانية كيجي تحيد منهم ذلك المرورة كاملة و هنا كنسيبوا لهم واحد السيرو فين غادي ننعسلهم كنديرو كاس دي الليمون مع كاس سعلمة مع كاس دي السكر و كنخليو هاد شرائح دي القشورة تعليمون كيطيبوا مزيان حتى يتعسلوا و من البعد كنحيدوهم كنحتافظو بهم حتى ينشفوه و كنديروهم في واحد في واحد القريعة ممكن البنات تنسموهم بالصاشي دي الفاني او صاشي دي الزهر لحساب اللي بغيتو ولا تخليهم غير هكاك بالناس متاع البرتوقال تهي كنجي ديدا و كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم عندهم عدة استعمالات اللي ممكن تنفعكم ممكن تزينوا بهم اللي يصاب لي وبعض الحلويات و حتى القلاس و كنعرفوا التمن دياله و كيكون غالي اللي بغين ننشره من عد الناس اللي كيبيعوا مواد الحلويات وهنا غادي نشارك معكم طريقة ديال كونفيتير ديال الكرموس أو التين كنا ناخدوا كمية على الكرموس من بعد ما نغسله نقطعوه على هكا على ربعة و كنديروه في حط نجرة كنخبوه عليه كيلو ديال الكرموس كنديرو نسكيلو ديال سكر سانيدة و كنخليوه باتليله كاملة و في الغد كنشعلو عليه كنضيفو عليه عاصر ديال حامضة و كنخليوه طيب و من بعد كندوز نطحنوه و كنديروه في قريعات كيكونوا معقمين وهال كونفيتير ديال الكرموس كيكون عدنا جاهز و كيجي مدق دياله هنا عادي نشارك معكم هالطريقة ديال تزيين تيال الحلوه هادي صراحة اللي ساهلة يعني مكتحتاجوا لطابع ولا مرشم و كيجي في هال منطر زوين و راقي كنناخدو هاد هاد الالبنات اللي كنن معكو بها الزعلوك أو بتاطا ره متوفرة في الأسواق كينة البلاستيك و كينة في الإنوكس و كنناخدوه هنا من بعد ما كننوجدو العجينة ديال السابلي او اي غريبة كنستفوها فقد يعني كنناخدو كمية من العجينة و كننصرحوها فقد الآلة هادي و كنديروا اي حشوات و حشوات اعتمار او ديال كوكاو و من بعد كننلفوها كيف كنواضح معاكم في الصورة كنحصلو عليك حليوة اللي كتجي رقيه في المنظر و كتجي اليدا حتى في الماضاق و هنا غادي نشارك معاكم طريقة ديال هاد الدلع مدام مقبلي نحنا يعني قريب الوقت ساعه ما بقاش لي بزاف و غادي بضيب عندنا في السواق فكاكسر حليكم هاد طريقة هادي لابغيتو تقدمو هكا واحد طبق ديال الديسير اللي كيكون زين ديوفكم كتاخدو الدلع و كتحلوها و كتزينوها بدك شكل من بعد ما كتفرغوها من الداخل و كتعمروها باي فاكهة و كتقدموها و هنا بالنسبة لبنات لشوصون كيفاش لبغينا هكا نصيبوهم و يجيونا مقادر في الحجم ديالهم فكينا هاد الالة هادي اللي كتدير عشرة درهم الصراحة كتسهل علينا كتعطينا شكل ديالهم اللي كيكون زوين و كيجو متساوين و مقادر و هنا و هنا البنات غادي نخليكم و نقول لكم إلا أعجبكم لا فيديو ديالي ما تنسونيش من اللايكات و التعليقات و لا كانو كيشبوكم هاد النوع تعل فيديوهات فخليوها لي في التعليق نزيد نشارك معكم بزاف على الأفكار اللي أكيد غادي تنال إعجب ديالكم و تنفعكم في حياتكم اليومية و ما تنسوش تبختجوا لي الفيديو مع الحباب و الصحاب و في مواقع التواصل و ما تبخلوش لي بالليكات ديالكم و نخليكم في آمان الله إلى فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة